هل فعلا فيه فن الاعتذار؟ هل فعلا فيه اتيكيت للاعتذار؟ هل مجرد كلمة ما نقاس فخلاص بقى؟ أو ساري مش هعمل كده تاني؟ دي كافية؟ إزاي نعرف نعتذر؟ وإزاي نختار الوقت المناسب للاعتذار؟ ده اللي هحاول عرفه مع خبيرة وبحثة في فن الاتيكيت الأستاذة ماري ويلسن أهلا بحضرتك من أوراني أهلا بحضرتك إحنا بقينا ساعات كتير قوي الدنيا شغلانة لدرجة إن إحنا ما بنعرفش نقف وقفة لو غلطنا في حد تاني خاصة لو طرف قريب مننا يعني إن إحنا إزاي نقدر نعتذر له؟ إزاي نقدر نطيب خطره؟ ده محتاج فعلا إحنا نتعلم فن الاعتذار أو اتيكيت الاعتذار؟ طبعا الاعتذار ده من النقط المهمة جدا في الإتيكات إحنا بنقول الاعتذار دي تالت كلمة مفروض إن ابني يتعلمها من وهو صغير يعني إحنا بنقول إحنا بنبدأ مثلا نعلم بنود الإتيكات بداية من سنتين بداية من سنتين أو لما ابني بيبدأ ينطق ببدأ أعلمه من فضلك وشكرا وشكرا دي أول كلمتين بنتعلمهم تالت كلمة على طول بتدخل سوري أنا متأسف على أي حاجة أنا عملتها إزاي أقدر أخليه سينسيرلي أو إن هو فعلا يتعلم إزاي يعتذر ويعتذر ويعني كلمة الاعتذار؟ بصي هو الاعتذار مفروض هو لغة حب هو ثقافة لازم الطفل يتعلمها منه هو صغير فلازم الطفل بنقول بيتعلم باي إجزامبل بالقدوة بالمثل الأعلى فمهم جدا وأنا بقول سوري لازم أطبقها ابني طبعا في الثلاث سنين مثلا مش هيبقى فاهم يعني إيه سوري بس هيشوفني إن أنا لو عملت حاجة غلط بقول مثلا لبوابي سوري لو أنا غلطت حتى في حق ابني مفروض إن أنا باعتذر له فيه أهل كتير وفهموا أعتذرت له ليه؟ أه أفهموا الاعتذار إحنا بنقول في الإتيكات الاعتذار لازم يكون مصحوب بسبب يعني الاعتذار لازم أقول لماذا أعتذر يعني ابني وهو صغير إحنا بنقول في الطفل وهو سن صغير المهم قوي إن هو يتعلم المبادئ كلها عشان يطلع كائن اجتماعي فاهم الأصول والمبادئ والإتيكات ويبقى بيتعامل بأسلوب راقي مع الناس فالناس كلها تحبه يعني الطفل اللي بيبقى أسلوبه حلو الناس كلها بتحبه فمهم قوي إن وإنا باعتذر أعلمه وإنا باعتذر أنا مامي أنا باعتذر عشان أنا دلقت مثلا ببيت الموية مامي أنا باعتذر عشان أنا عملت كذا انتي قوليله يعني هو الطفل يعني الطفل ده بيبقى عجينة انتي بتشكليه وكتاب أبيض أنت اللي بتقوليه فمهمة قوي أنك أنت تقولي لابنك وانت بتعتذر حبيبي لو غلطت في المدرسة روح قول صاحبك إن أنا مثلا أخدت الأستيكا بتاعتك واتقطعت مني وما ببقاش في حالة زي كده كفاية الاعتذار في حالات لو أنا بواست حاجة لازم أن أنا أجيب بدلها يقوله أنا آسف أن أنا بواست لك الأستيكا بتاعتك مثلا وأنا بكرة هجيب لك واحدة معي فمهمة قوي أن أنا أقول ليه بعتذر لأن لو شخص بيفضل طول النهار يقول فقد قيمة الاعتذار خلاص ما بقلوش قيمة فما ينفعش لازم أعلمه أن أنا لو بعتذر بعتذر لسبب سيدة ميري رأيك في الأم أو الأب لما يجي حد من ولادهم بيعتذر على غلطة عملها وهم مش موجودين وفاجأ بعاصفها من اللوم والإنفعال الشديد هنا هيخليه يتراجع عن أن هو بعد كده يصرحهم بالحاجة اللي عملها أو أن هو يقدر يواجههم فأنا هنا بكسر فيه حتة مواجهة طبعا يعني ده أكبر غلط ممكن الأهل يعملوه أن هو لو طفلي عمل حاجة غلط وده يكفي أن هو جاء اعترف بيها لو ابني اعترف أخده في حضني وأقول له برافو عليك يا حبيبي أنك أنت جيت قلتلي يعني أشكري إحنا عندنا مشكلة أن إحنا ولادنا على طول بنقنب فيهم ودي مشكلة جامدة جدا أنت يعني أشكري بنقنب فيهم بنقارنهم بالآخرين آه لا دي كارسة بقا أن إحنا كل شوية يعني أنت بتفكدي ثقة بنفسه إنما لما يقولك حاجة زي كده قولي له برافو عليك حبيبي أنت كده عملت الصحة صحيح يعني واحدة ديق شوية بس علشان أنت عملت كده بس أنا مبسوطة منك جدا أنك أنت جيت قلتلي ومبسوطة منك أكتر أنك أنت قلتلي أنا آسف يعني ركزي على النقطة الحلوة اللي هو بيعملها يعني مش مهم بعدها النقطة الغلط حاولي اتهملها شوية يعني الحاجة اللي اتكسرت هايفها حتى لا معرف قمتها وبالضبط تسمحي لي هنخرج لتقرير عن يعني فن الاعتذار وإزاي نقدر نعتذر وبعد ونواصل فقراتنا النهاردة عن إتيكات الاعتذار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لاعتذار هو إبداء التأثر لوقوع التقصير أو خطأ أو تأخر أو سوء فهم مما مقصود أو غير مقصود كامير الاعتذار هو التزام يحثنا على العمل على تحسين الالاقة وعلى تطوير ذاتنا وهو أيضا فن له قواعد التي نستطيع أن نتعلمها حول أصول الاعتذار وأهميته كان هذا التقرير كل قواعد الشرعة الإسلامية وأحكامها بتدعو للتسامح وعدم الخطأ واحترام الغير عمتنا وفي حالة حدوث خطأ مني بدون أصد يجب أن أنا أعتذر والاعتذار ذات ما بيقللش من قيمة بالعكس بيرفع والإنسان على طول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول له خير الخطأين التوابين الاعتذار خلق خلق من الأخلاق الإسلامية التي خسن عليها الإسلام وحسن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى في كتاب الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الاعتذار دا المفروض هو حاجة أساسية حينما أغطأ أو أحس بغلط لازم اعتذر لدى قدام مني لأنا غلطت فحق وإلا تبقى كده أي كلام يعني وإي حاجة والله ثقافة الاعتذار دي من الشام الإنسانية الحلوة إحنا بنقول لولادنا أما يحصل أي حاجة قول أنا آسف أنا باعتذر وبنعلق كده حتى في الوسائل التربوية شكرا أنا آسف فالاعتذار دا المفروض لو حد بعتلي دعوة وأنا مش فاضي ممكن أبعت بنتي أبعت ابني أبعت زوجتي ممكن لو ما عنديش حد خالص هروحه لحد عنده قبلها بيوم اعتذر له وقول له أنت قمت بالواجب واكتر أحسن ما بعت له حاجة إلكترونية عزامة شاديين زي مورد في التقرير ولفت نظرنا الموضوع مهم جدا إن إحنا لما توجه لنا دعوة سواء لفرح سواء لحضور حاجة رسمية أو حضور حتى مناسبة عائلية إن إحنا مفروض لو مش هنقدر نروح إن لازم نعتذر وليها إسلوب لإيه رأيك إسلوب اللي بيبعد دعوة لعزومة أو لعيد ميلاد أو لأي حاجة بيبقى عامل حسابه إن هو مضبط عدد معين مثلا أو إحنا حاجزين بأعداد سواء في البيت أو في قتال أو في أي حتة فمهم جدا لما توصل لك دعوة لحفلة أو لأي حاجة لازم تردي لو في سبب إنك إنتي تعتذري يفضل إنك إنتي تتكلمي قبلها بفترة عشان هو لو عاوز يدعو حد بدلك فالنقطة دي مهمة جدا بس برضو من نبه على نقطة يعني إحنا بنقول في الإتيكات مهمة جدا إنك إنتي تردي على دعوة واصلالك لأن إحنا مثلا أحيانا في المدرسة بتوصل لنا إمفتيشنز لأعياب ميلاد والأهالي بيتجاهلوا النقطة دي مش مهمة بقى روحت لو حبيت أروح يوميها أبقى روح لأ هي عاملة حسابك إنك إنتي جاية فبليز لو إنتي هتعتذري لازم تعتذري قبلها بوقت نقطة تانية في الاعتذار إحنا بنقول في الإتيكات لو إنتي اعتذرتي المفروض إنك إنتي بتبرري سبب الاعتذار وما ينفعش إن بعد ما تعتذري تروحي دي هيبقى شكلك وحش إنتي معنى كده إنك إنتي مش صدقة في كلامك لو إنتي قلت لها أمساري أنا مش جاية وبعدين راح تلاقيتك بسبب كذا 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 معنى كده إنك إنتي ما كنتيش بتتكلمي مظبوط إنك إنتي بتقولي أي كلام وإنتي ما كانش عندك حاجة ولا حاجة فما يصحش إنك إنتي تعتذري وترجعي إلا لو هي مثلا الضيفة أثرت عليك إنك إنتي تيجي مثلا تقولي لها أنا هحاول إن أنا أجل مثلا المعادة اللي عندي ولو حصل إنك إنتي هتيجي فسبت الموضوع مفتوح سنة سبتي الموضوع مفتوح إنما تعتذري وترجعي ما نفعش لو سبتي الموضوع مفتوح سنة بتكلميها قبلها بوقت لو عرفتي تتصرفي وتقولي لها أنا جاية مثلا طيب هاي لأن إحنا ده نعرفه طيب رأي حضرتك لما يجي اعتذر الوقت أنا بعتذر لابني لبنتي لزوجي أو الطرف الآخر الزوج بيعتذر لزوجته أو لأولاده أيا كان يعني سبب الاعتذار الاي كونتك أو إن أنا أبص في عيني اللي باعتذر له وده مفروض ولا مش شرط إن أنا بقى بصاله أو بصى ليه وأنا بكلم الاعتذار إحنا بنقول في الاعتذار بيبقى أفضل وسيلة للأعتذار إن كنتي مقابلة شخصية مع الشخص اللي بتعتذرينه يعني دي أرقى لغة اعتذار أحسن من التليفون أحسن من الفيسبوك أحسن من الواتساب بنقول أفضل لغة ليه بقى؟ لأن كنتي لما بتبقي مقابلة شخصية مثلا أو مقابلة إن كنتي اتفقتي معها لتقابل أنا عاوز أقابلك عشان أعتذر لك دي بتبقى أول خطوة بتقابليه بتبقى فيه تلت تلت حاجات مهمة جدا الاي كونتكت زي ما حضرتك بتقولي تعبيرات الوش اللي كنتي بتعبري ما هو واحد ممكن يجي يقولك مثلا سوري تبقى طالعة مش طالعة من قلب وبقى إن هو إيه يعني مجبر أو يقول سوري أو يضغط عليه عشان يقول سوري فدي بتبقى واضحة جدا إنما لو أنت في مواجهة لو اللي اعتذار طالع من قلبك الشخص اللي قدامك هيحس بيه فبنقول فيه تلت نقط مهمين جدا في إن إحنا نعتذر الاي كونتكت نظرة العين في العين أو التواصل بالعين وطريقة تعبيرات وشك والبادي لانجوج اللي هي لغة الجسد اللي هي تعبيرك عن الموضوع نفسه ودول طلب بنقول كمان مهمة جدا في الإيتيكات إن إحنا في أي حتى وإحنا بنشكر وإحنا بنقدم طلب وإحنا الفيرس إمبراشن بنقول الحاجات دي مهمة جدا طبع الأول اللي هو لما بنكون بنعمل بنتعمل مع طرف آخر فالحاجات دي مهمة جدا يعني بنقول على التلاتة دول مهمين جدا في لغة الاعتذار وبتوصل للي قدامك المعلومة بشكل مصبوط طب جميل إحنا بنتكلم أستاذة ميري على الاعتذار إيتيكات تقبل الاعتذار وده مهم قوي لأن أنا ممكن أبقى يعني صدقة في اعتذاري والطرف الآخر يفاجئني بكلمة أنا مش قبل اعتذارك أو مهما قلت أنا مش هصفالك ولا هسمحك بصي هو في كزا نوع للاعتذار في الاعتذار البسيط اللي هو لو أنا اتصرفت تصرف بسيط مثلا و أنا ماشي أمتخبطاكي ده بسيط كلمة سوري دي إناف لو أنا تأخذت عشر تسمحيلي معلشي أستاذة ميري هنطلع فاصل ونواصل حوارنا مع حضراتكم في فن الاعتذار أنا بحييكوا على الأغنية اللي اختروها لأن هي برضو الأطبطب و دلع يعني إن برضو يبقى فيه نوع من الحنية وأنا باعتذر لطرف أنا غلط في حقه ده لن يقلل مني ولا يعني مش هيزود الطرف التاني حتى الاعتذار ده كمة ركية فيه ناس بتفتكر إن الاعتذار ده أنا مش ممكن أعتذر مش أنا اللي أعتذر التقبل يعني عشان كده بنقول الطفل لازم يتعلمه هو صغير لأن بتطلع عادة فيك إنك أنت أوتوماتيك لي مثلا زي ما بنقول مثلا لما بنعمل حاجة بسيطة مثلا أنا خبطت حد و أنا ماشي أقول له سوري دي أوتوماتيك بتطلع ما بيبقاش بيفكر فيها لو أنا مثلا اتأخرت عشر دي أنا أسف أن أنا اتأخرت لو علينا بقى مثلا باعتذار أحيانا بتعتذري عن حد فهمك غلط يعني أنت قلت كلمة فجرحتي مشاعر حد فدي بتعتبر اللي هي اعتذار متوسط يعني لو ما قبلوش بتتحيلي شوية ومعلش وأنا ما كانش قصدي كده وأنت فهمتني غلط أحيانا يعني الاعتذار بيبقى واجب لو اللي قدامك فهمت غلق لازم توضحي له وكان حاجة جرحة لي بزاعت لازم توضحي له النقطة اللي حضرتك بقى كنت بتتكلمي فيها اللي هو أن الطرف الآخر الطرف الآخر أحيانا بتبقى فيه يعني أخطاء جمدة قوي وصعب أن الشخص اللي قدامك يتقبل الاعتذار فمهم جدا اختيار وقت اللي أنت تقولي فيه أنا أعسف يعني مهم جدا أنك أنت تختاري الوقت المناسب أحيانا أنت عملتي غلق جامد قوي ولي قدامك متعصب ومتنفذ ومهما قلتي مش هيقبل أفضل حاجة في الاعتذار رجع حطوة أنت تستني تستني شوية لما اللي قدامك يهدأ إن شاء الله حتى تستني لتاني يوم ما يجراش حاجة يعني إحنا دايما نقول It's never too late فيه ناس بتقعد بخصام آه مرهما بي الوقت ما بيفوتش آه فيه ناس بتقعد 3-4 شهور يعني في خصامه وبعدين ترجع النفوس تهدأ بس النفوس تهدأ بالزبط استني لما اللي قدامك يهدأ وبعدين روحي اعتذري يعني فهمي بقى والاعتذار مهم جدا يصحبه حوار ويكون اللي اعتذار من القلب مش مجرد كلمة سوري مش كفاية في كل حاجة وأحيانا بتحتاجي إنك إنتي تجيبي مثلا هدية بسيطة عشان يعني تعبير عن الحب بتعملي حاجة لشخص اللي قدامك بيحبها فمهم قوي إن إحنا ننقي الوقت المناسب للاعتذار فيه حاجات اوتوماتيكلي بنقول عليها سوري كده من غير ما نفكر أسيسا وفيه حاجات لازم نختار الوقت المناسب للاعتذار بس للأسف برضو أحيانا بيبقى فيه ناس يعني إنتي غلطي في حد فراحة تعتذري له اللي قدامك متكبر زيادة عن اللزوم يعني إذن لو استرنتي لا أنا مش قابل طب خدي بوسي إيدي خدي بسرجلي حاجات كده بتبقى مستفزة جدا وحتى لو الشخص مضطر إن هو يعمل حاجة زي كده مثلا يعتذر بالإسلوب ده يقول أنا مش هقبل غير لو مثلا حصل كذا لو الشخص اضطر إن هو يعتذر بالإسلوب ده بيحتكر اللي قدامه هو الاعتذار ده كمة ركي وتعبير عن حبك للشخص اللي قدامك بالزبط لازم الطرفين ففي حالة زي كده حتى لو اعتذرتي هتلاقي الشخص أنت من نفسك هتبعدي ومش هتحبي تتعملي مع الشخص ده كتيني طيب فيه فن اللي هتظهر عن خطأ في المهنة أو في وظفتي إن أنا الوقت يا أخطأت في حاجة عملتها يعني كان زمان في نشرات الأخبار عندنا أو يعني حصل أي خطأ كانت الموزيعة تقول عافوا وبعد كده جات مدرسة لا ما يبقاش فيه هنا اعتذار عشان ما نلفتش النظر إن فيه مشكلة حصلة وبعد كده ده يعني في أنواع الشغل المختلفة إزاي أبقى متحملة مسؤولية خطأي في مهنتي وإن أنا أعتذر عنها بشكل يليق بحجم ما أخطأت فيه في مجال المهني إحنا بنقول في الإتيكات الاعتذار أفضل وسيلة للاعتذار لإعتذار المكتوب أيوة لو أنا في شغلي أخطأت أو أحيانا بنقول سوري مثلا عن مهمة أنا هقوم بيها أنا مش قادر أعمل المهمة دي فبعتذر عنها بالضبط يفضل إن هو يكون اعتذار مكتوب نقطة اعتذار مكتوب ومسبب آه ومسبب طبعا إحنا بنقول الاعتذار لازم في كل وقت يكون مسبب حتى لو بسيط أنا باعتذر عن كذا وإلا هتقللي من قيمة الاعتذار اللي بيمشي يقول سوري 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 طول النهار أنت ما خلتش إيمال للاعتذار هو راجل ده بيعتذر عن مال على بطال لا مش صح وفي المجال المهني الاعتذار ما بينفيش إن الشخص ياخد عقاب يعني أنت لو باعتذري مثلا عن اعتذار إحنا قلنا الاعتذار عن أداء مهمة مش مشكلة ده خلاص اعتذار وكتابي وعدة إنما لو أنت أخطأتي مثلا والمدير حتى لو تقبل الاعتذار لازم تبقى أنت فهمة ومدركة إن كلمة سوري دي أحيانا ما بتبقاش إناف لازم يبقى فيه عقاب علشان أنت عملتي حاجة غلط أحيانا لما بتقولي سوري بيخففوا شوية العقاب يعني أنت عشان قلت كلمة سوري مثلا أنا هقلل العقاب شوية فدي بتبقى يعني زوء من المدير أو زوء أو مسؤول اللي هو إنما إحنا لازم أي حد بيشتغل في أي مجال يبقى حاطت في ذهنه إنك أنت حتى لو اعتذرت أنت مش يعني لن يعرفيك من مسؤولية هذا يعني ما تتضيقش لو هو عقبك مثلا لو حد بيروح الشغل كل يوم متأخر لأ طب ما أنت اللي بيتأخر لغاية كذا مثلا بيتخسم له وبعدين الاعتذار كمان لازم يبقى بعد كده أنت تحولي ما تعمليش الغلط اللي أنت يغلطيه مش كل يوم مثلا أنا بتأخر أنا معادي تسعة وأوصل عشرة كل يوم I'm sorry I'm sorry دسكتلي فأتأخر بقى الـ 11 أتأخر أنت لازم لو اعتذرتي تحولي المرة اللي بعدها أنك أنت ما تقعيش في نفس الخطأ يعني مثلا لو أنا مثلا بتكلم مع حضرتك أو أي شخصين بيتكلموا وواحد اتعصى بعد تاني أيوة فقال له I'm sorry أنا آسف بعدها بيومين جاء صوته عالي بالي أنا آسف بعدها بكل شوية وهو مش حاطت في باله الشخص المخطئ مش حاطت في باله فهتيجي تقول له السورية هتقول لي أنا آسف تتعصب عليه هتقول لي أنا آسف يعني ما بقلهاش طعم فأنت لازم لما تعتذر تحاول أنك أنت تصلح الغلط حتى لو محاولة يعني أنت وإنت بتعتذب مثلا عن أنك أنت تنفست على الشخص اللي قدامك تقول له أنا آسف أنا هحاول لأن أنا أكون أهدى من كده في الخوار وفعلا تبقى من جواك محاولة أنك أنت تكون أهدى من كده ده اللي بتمنى وبتمنى أنه إحنا نعرف إتيكات الاعتذار لأنه ده شيء راقي وسامي جدا من الطرفين سواء الطرف اللي هو أخطأ فبيعتذر عن قطأه وأيضا أسموه من تقبل الطرف الآخر لصدق اعتذاره أنا في النهاية بشكر ضفتي الكريمة الأستاذة ماري ويلسون البحثة في علم الأتيكات شكرا لحضرتك مرسي لحضرتك